جانا لحضراتكم مرة تانية ولسه منورنا الكاتب والأستاذ عمر العدلي بنتكلم معاه عن مجموعته القصصية الجديدة لفت انتباهي اسم قصة من القصص وهي قصة الاستئناس بالوحدة احنا ممكن نتونس بالوحدة ممكن انسان من كتر ما بيستمتع بوحدته يتونس بيها لا ده هو في ناس بتعمل العكس تماما من الكلام ده يعني هو في ناس اصلا وهي حوالين الناس يعني هو القصة بتكلم قصة الاستئناس بالوحدة ده عنوانها مصبوط اه بالزبط تده دي بتتكلم عن واحد صحي من انهم ملقاش الناس ملقاش ناس لقى كل حاجة لقى الحيوانات والسوبر ماركت ومحل لعب الأطفال مفتوح وكل حاجة شغالة والبنزينة فيها بنزينة بس مفيش بني أدمين ففجأة لقى ان هو كل الحاجات اللي كان بيخجل منها قدام الناس لقى ان هو بيتحرر منها واحدة واحدة لدرجة ان هو كان فيه حد كان فيه انتخابات بتاعت عضو مجل الشعب قدامه فسابوا الميكروفونات والكراسي فراح قعد فهو لقى المايك شغال فقعد يتكلم ويعبر عن نفسه وما بيعبرش عن حد ولا هو عايز حد انتخبه بل ان هو بقى الوحده فبالتالي بيقول اللي كان نفسه فيه وعمره ما قاله تحرر بقى من كل الحيود البشرية اللي ممكن تكون فهو ده الاستئناس هو ده الاستئناس ان هو كان مقيد وتحرر هي دي فكرة القصة فكرة مختلفة برضو هي الأفكار كلها بيحاول تكون أفكار مختلفة ايه تاني ايه تاني يا أستاذ عمر الحاجات القريبة من حضرتك او اللي حبي بتكلمنا عنها في قصة اسمها اذن اذن اه دي قصة حوالي ثلاث صفحات بس اوكي بتكلم عن راجل عنده حاجة وتمانين سنة راح محل كبير بتاع لعب اطفال فلقى دبدوب اكبر منه في الحجم فراح قال له الدبدوب ده بكام فقال له بألف وربعمل جنيه فقال له انا طب انا مش عايز الدبدوب كله انا عايز الودنين بس قال له طب انا يعني انا هاخد يعني لو خدت الودنين هايبوز انا مش عين في عبيب من غير ودانه بستغلى الألف وربعمل جنيه فقال لاتенная تاخد الودنين لا مش استغلى هو عايز الودنين بس بس اوANT مش عشان غالي او حاجة لا واكي مع بقية القصة هتوضح ده قال له نا انا مش عايز انا هعمل ايه بال Plan قال له انا عايز الودنين بس هتدمله الكامل قال له بألف وربعمل جنيه برده قال له خلاص اشتريه قال له طب انت ما تاخد الودنين بكله وقال له ما انا مش هادر اشيله انا راجل عجوز. اه. انا عايز الودنين بس. قال له انت متأكد من كلام ده. قال له متأكد. راح كتبله فاتورة. قال له طب روح ادفع الفلوس. فدفع الفلوس ورجع. فلقى الراجل راح جاب مفكين. وقعد فك الودان بتاعت الدبدوب. وراح عملهم بشكل هدايا كده جميل. وراح مدهم له. فالرجل خدهم. وقعد على القهوة طلب شاي. وراح حاطل الودنين قدام وقعد يكلمهم. اه. هو مفيش حد. هو وحيد. هو عايز حد يسمعه. هو عايز ودنين بس يسمعوه. يا ربي. فقعد يتكلم ويحكي عن حاجات. هو المفروض ان هو عايز يقولها لحد. بس مفيش حد بيسمعه. لان الناس مفضوا من حوله. فجات بنت بيعمى نديل على القهوة. راح اتخطفه ودن منهم مجارية. فهذا الرجل العجوز. لقى نفسه. اللي هو بيقول ده مش قادر امشي. مش قادر اشيل. لقى نفسه بيجري. عشان ياخب منها الازن التانية دي. لان هو محتاجة جدا. وخدها في الاخر. وعدها راح جاب نص كيلو سمك مشوي. وراح لها في الودنين. وحطهم في شنطة. وروح البيت عشان يحطهم. قال لهم ده مش معكوا دلوقتي. في الهواء الطلق. لما روح البيت بقى ايه. حكيلك كل اللي حصل. وبيروح البيت. ومفروض ان هو. القصة خلصة على كده. لكن مفروض ان هو. احنا كلنا عارفين هو بيحكي لهم من ألامه. من أوجاعه. من الناس اللي سابوه. من الناس اللي ماتوا. وهو بقى عاش لوحده. من ولاده. اللي محنش بيسأل عنه. احنا ما قلناش الكلام ده في القصة. لكن هو واضح. من خلال السياق بتاع القصة. ان هذا الرجل العجوز. يود ان يحكي ما يعتمل في نفسه. وللأسف مفيش حد بيسمعه. او مفيش حد معاه. وبيحاول برضو يهرب من رأسه. نفس القصة اللي هي بتاعت. ان هو. هل القصة بتعبر عن. دي قصة صحيقة جدا جدا يا استاذ عمر. اعتقد ان المجموعة القصصية برضو بيكون فيها قدر من التنوع الثري المسلي. او الممتع. يعني برضو المجموعة القصصية لما قارئ يبقى بيقرأ كل القصص دي ورا بعض. في كتاب واحد. اعتقد ان ده برضو فيه قدر كبير جدا من ثراق. اللي كمان بالنسبة للقارئ ممكن يسبب له متعة. ليه مش زهقان. وكل قصة جديدة بقى بطالها بحكايتها. حتى الان الفيدباك عن المجموعة هي لسه نزلة في يناير اللي فات. يعني بقى لها شهر بس. الفيدباك كويس جدا وقوي جدا. وتعليقات الناس كويسة. والناس اللي بيعملوا رفيوهات عنها. والمقالات اللي كتبت عنها. يعني الحمد لله بتشيد بيها. هذا من حظي وليست من حلوة القصص. هههههههههه. اشتركوا في القناة